اشتركوا في القناة وكيف التقى بأبيه وإخوانه فلما ظهر للملك براءة يوسف وأمانته قال أتوني به أستخلصه لنفسي ثم اغتسل يوسف ولبس ثيابه وقصد إلى الملك فلما وصل إليه وكلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين فقال يوسف اجعلني على خزائن الأرض فاستعمله بعد سنة فسلمه خزائن الأرض كلها وجعل القضاء إليه وحكمه نافذ ومات قطفير سيده فأعطاه الملك عمله واستعمله عليه ولما ولي يوسف دع الملك الريان إلى الإيمان فآمن ثم توفي ثم تولى الملك بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف إلى الإيمان فلم يؤمن ثم أن الملك الريان قبل أن يتوفى زوج يوسف راعيل امرأة سيده فلما دخل بها قال أليس هذا خير مما كنت تريدينني عليه فقالت أيها الصديق لا تلمني فإني كنت امرأة حسناء جميلة وكان صاحبي لا يأتي النساء وكنت كما جعلك الله في حسنك فغلبتني نفسي ووجدها بكرة فولدت له ولدين إفرائيم ومن شاء فلما ولي يوسف خزائن أرضه ومضت السنون السبع المخصبات وجمع فيها الطعام في سنبله ودخلت السنون المجدبة وقحط الناس وأصابهم الجوع وأصاب بلاد يعقوب التي هو فيها فبعث بنيه إلى مصر وأمسك بن يامين عنده فلما دخلوا على يوسف حرفهم وهم له منكرون وإنما كان إنكارهم له لبعد عهدهم به ولتغير لباسه فإنه لبس ثياب الملك فلما نظر إليهم قال أخبروني ما شأنكم قالوا نحن من الشام جئنا نمتار الطعام قال كذبتم أنتم عيون فأخبروني خبركم فقالوا نحن عشرة أولاد رجل واحد كنثنا عشر وكان لنا أخ فخرج معنا في البرية فهلك وكان أحبنا إلى أبينا فقال لهم فإلى من سكن أبوكم بعده قالوا إلى أخ لنا أصار منه فقال أتوني به أنظر إليه فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه قال فاجعلوا بعضكم عندي رهينة حتى ترجعوا فوضعوا شمعون وجهزهم يوسف بجهازهم وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم يعني ثمن الطعام في رحالهم لعلهم يرجعون لما علم من أمانتهم وديانتهم تحملهم على رد البضاعة فيرجعون إليه لأجلها فلما رجعوا إلى أبيهم بأحمالهم قالوا يا أبانا إن عزيز مصر قد أكرمنا كرامة لو أنه بعض أولاد يعقوب ما زاد على كرامته وإنه ارتهن شمعون وقال أتوني بأخيكم الذي عطف عليه أبوكم بعد أخيكم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ضدت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير فقال لهم يعقوب ذلك كيل يسير ثم قال لهم لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل ثم أوصاهم أبوهم بعد أن أذن لأخيهم في الرحيل معهم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة خاف عليهم العين وكانوا ذوي صورة حسنة ففعلوا كما أمرهم أبوهم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه وعرفه وأنزلهم منزلا وأجرى عليهم الوظائف وقدم لهم الطعام وأجلس كل إثنين على مائدة فبقي بن يامين وحده فبكى وقال لو كان أخي يوسف حيا لأجلسني معه وقال لينم كل إخوين منكم على فراش وبقي بن يامين وحده فقال هذا ينام معي فبات معه على فراشه وذكر له بن يامين حزنه على يوسف فقال له أتحب أن أكون أخاك عوض أخيك الذاهب فقال له بن يامين ومن يجد أخا مثلك ولكن لم يلدك يعقوب ولا رحيل فبكى يوسف وقام إليه فعانقه وقال له إني أنا أخوك يوسف فلا تبتأس بما فعلوه بنا فإن الله قد أحسن إلينا ولا تعلمهم بما أعلمتك به فلما حمل يوسف إبل إخوته من الميرة جعل الإناء الذي يكيل به الطعام وكان من فضة في رحل أخيه فلما ارتحلوا أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين فلما قال لهم ذلك قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه تأخذونه لكم فبدأ بهوعيتهم ففتشها قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه فقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يعنون يوسف فأخذ يوسف أخاه بحكم إخوته فلما رأوا أنهم لا سبيل لهم عليه سألوه أن يتركه وقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه فقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده فلما يأسوا منه خلصوا نجيا لا يختلط بهم غيرهم فقال كبيرهم وهو شمعون ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله أن نأته بأخينا إلا أن يحاط بنا ومن قبل هذه المرة ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي وارجعوا إلى أبيكم فقصوا عليه الخبر فلما رجعوا إلى أبيهم أو تكون من الهالكين فأجابهم يعقوب إنما أشكوا بسي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ثم أن يعقوب أمر بنيه الذين قدموا عليه من مصر بالرجوع إليها وتجسس الأخبار عن يوسف وأخيه فرجعوا إلى مصر فدخلوا على يوسف وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاه يعني قليلة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا برد أخينا علينا فلما سمع كلامهم غلبته نفسه فانفض باكيا ثم باح لهم بالذي كان يكتمه عليهم وأظهر لهم فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا بأن جمع بيننا فاعتذروا وقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ثم سألهم عن أبيهم فقالوا لما فاته بن يامين عمي من الحزن فقال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين فقال يهوذا أنا أذهب به لأنني ذهبت إليه بالقميص ملطخا بالدم وأخبرته أن يوسف أكله الذئب فأنا أخبره أنه حي فأفرحه كما أحزنته وكان هو البشير ولما فصلت العير عن مصر حملة الريح إلى يعقوب ريح يوسف وبينهما ثمانون فرسخا يوسف في مصر ويعقوب بأرض كنعان فقال يعقوب إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون فقال له من حضره من أولاده تالله إنك في ذكر يوسف لفي ظلالك القديم فلما أن جاء البشير بقميص يوسف ألقاه على وجه يعقوب فعاد بصيرا وقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ولما أن جاء البشير قال له يعقوب كيف تركت يوسف قال إنه ملك مصر قال ما أصنع بالملك على أي دين تركته قال على الإسلام قال الآن تمت النعمة فقال له أولاده يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا قال سوف أستغفر لكم أخر الدعاء إلى السحر من ليلة الجمعة ثم ارتحل يعقوب وأولاده فلما دنوا من مصر خرج يوسف يتلقاه ومعه أهل مصر وكانوا يعظمونه فلما دنى أحدهما من صاحبه نظر يعقوب إلى الناس هو الخيل وكان يعقوب يمشي ويتوكأ على ابنه يهودا فقال له يا بني هذا فرعون مصر قال لا هذا ابنك يوسف فلما قرب منه أراد يوسف أن يبدأه بالسلام فمنع من ذلك فقال له يعقوب السلام عليك يا مذهب الأحزان لأنه لم يفارقه الحزن والبكاء مدة غياب يوسف عنه فلما دخلوا مصر رفع أبويه يعني أمه وأباه وكانت خالته لأن أمه قد ماتت وخر له يعقوب وأمه وإخوته سجدا وكان السجود تحية الناس للملوك ولم يكن السجود وضع الجبه على الأرض فإن ذلك لا يجوز إلا لله تعالى وإنما الخضوع والتواضع والانحناء وكان ذلك سائغ في شريعتهم وقال يوسف لأبيه يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وكان بين رؤيا يوسف ومجيء يعقوب أربعين سنة وقيل ثمانين سنة وقيل غير ذلك والله أعلم ولما مات يعقوب أوصى إلى يوسف أن يدفنه مع أبيه إسحاق ففعل يوسف فسار به إلى الشام فدفنه عند أبيه ثم عاد إلى مصر وأوصى يوسف أن يحمل من مصر ويدفن عند آبائه فحمله موسى لما خرج ببني إسرائيل سنقف عند هذا القدر وسنذكر في القصة القادمة إن شاء الله قصة شعيب عليه السلام وقصة أيوب عليه السلام فانتظرونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر